نتابع الآن مع احتراتكم المشاهد الأولى لقصف قوي نفذه جيش الاحتلال على حي الصبرة جنوبي غزة وأسفر عن تدمير برج سكني وعدد من المنازل المحيطة اذا نتابع مع حضراتكم هذه المشاهد الأولى لقصف قوي نفذه جيش الاحتلال على حي الصبرة جنوبي غزة وأسفر عن تدمير برج سكني وعدد من المنازل المحيطة اذا نشاهد مع حضراتكم هذه عمدة الدخن التي تتصاعد بعد أن قصف قوي نفذه جيش الاحتلال على حي الصبرة جنوبي غزة من خلال طائراته وأسفر عن تدمير برج سكني عدد من المنازل المحيطة لهذا البرج ولا زالت أعمدة الدخن إلى الآن تتصاعد وهذا جزء بالتأكيد من ما كان يتحدث به مراسلنا رمضان المطعن عن سماع القصف لقيش الاحتلال خلال الساعات الأولى من صباح هذا اليوم إذن يواصل جيش الاحتلال قصفه لمختلف المناطق في قطاع غزة هذه من حي الصبرة جنوبي غزة بالإضافة إلى تزامنه بالتأكيد مع قصف مختلف المواقع هذه أعمدة الدخن لازالت تتصاعد قراء سقوط برج سكني وعدد من المنازل المحيطة له بعد أن قصفه جيش الاحتلال هذه مشاهد أولى وردتنا إذن هناك عدد من المناطق التي لازالت تقصف بالتزامن مع حي الصبرة جنوبي غزة شرق رفح بالإضافة إلى أيضا مدينة رفح في الداخل كما ذكر مراسلنا ولازال جيش الاحتلال يطلب من الفلسطينيين مغادرة بعض المناطق إلى منطقة المواصي على اعتبار بأنها المنطقة الآمنة في قطاع غزة وفي رفح الفلسطينية